اتبرأ من حولي وقوتي والتجئ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين مرحبا بكم عزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع اخر من سلسلة الدرس الثالث اللي هو العوامل الملاخية اللي كيخص جدا مشترك علوم خيار فرنسية ولا جدا مشترك علوم مسلك دولي اذا اليوم ان شاء الله غدي نشوفه فقط كيفاش يمكن نرسمه لدياقرام امبرو تغميك هذا كلميبيان والأخطوط اللي كان متلفيه على فوق التساقطات المطارية وكان متلفيه درجات الحرارة الدياقرام امبرو تغميك باللغة العربية للأخطوط مطر حراري ونبدأه على بركتي الله قبل ما كيقول لنا ارسم لنا هاد الدياقرام امبرو تغميك ارسم لنا هاد الاخطوط للمطر حراري كي يعطونا ديما ديما غتلقى بحال هاد الجدول هادا اللي كتلقى في بزاف ديل المعطايات اول معطا كتلقى فيه اللي هو الشهور للموه كتلقى جنبير فبريه مارس افريل ماي جوان جوية اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسامبر كتلقى 12 شهر ديال السنة وكتلقى كذلك الستاسيان المحطات اللي عندك يعني المناطق اللي درنا فيهم هاد الاحصاءات هادو هنا مثلا كمثال فاد الوثيقة عندنا افران منطقة افران للارتفاع ديالها الالتتويد 1635 متر ارتفاع ديالها على سطح البحر 1635 متر وعدنا المنطقة كذلك اللي هي ديال تيزنيت للارتفاع ديالها 225 متر الوقت تقدر تلقى ديما كتلقى بحالة شكل هادا ديال الجداويل وتقدر تلقى بزاف ديال المناطق اللي درنا فيهم الاحصاءات هنا في هاد الوثيقة اللي نخدمو بلاها نخدموه عليها جوج ديال المحطات اللي هما افران وتيزنيت الوقت ديما كتلقى مجموعة ديال الحروف كتلقى باي والتي مجسكول ام مجسكول او ام مينسكول هادو ضروري كونه عليها يقين غتلقهم جميع التمرين ديالها تشكل هادا اللي كيكونوا في الدرس هذا الوقت مجموعة تساقطات المطارية إذن P هذه الأرقام التي قدام هذا الحرف P هم مجموعة التساقطات المطارية التي تحدثت لها كل شهر مثلاً شهر يناير أو جنوائي حدثت لها نسبة التساقطات التي تحدثت لها في شهر يناير هي 181.8 ميليمتر التساقطات التي نعبرها الوحدة لها هي الميليمتر تي هي درجة الحرارة للتمبراتور درجة الحرارة الميين درجة الحرارة متوسطة التمبراتور الميين هي تفاصيل ثلاثة في هذا الشهر الأول وستفاصيل خمسة في الشهر الثاني عندنا كذلك M ماجسكول M ماجسكول كان بها التمبراتور ماكسيمال درجة الحرارة القصوى وعنده كذلك M صغيرة وهي ميليمال درجة الحرارة الدنيا أصغر درجة الحرارة تم تسجيلها خلال شهر يناير حيث هذه التمبراتور الميين تحدثت لها ببساطة بالعلاقة M كبيرة زائد M صغيرة تقسمها لجوز نتلاق من اسم رهيض درجة الحرارة المتوسطة إذا كنت أقصى قيمة درجة الحرارة زائد أقل قيمة درجة الحرارة ونقسمها لجوز إذا كنت قدمت 8.5 ووزت عليها 4 فاصلة جوز وقسمتها لجوز ستعطيني 6 فاصلة ثلاثة مفون ونحن نعمل هذه القيم ببساطة ونعمل ببساطة ونعمل ببساطة لذلك نريد أن نرسم هذه الميليمال أو هذه الدياقرام أمبو تغميك هذه الأخطوط مطار حراري نعمل ببساطة ونعمل ببساطة والتساقطات المطارية ودرجة الحرارة متوسطة تستطيع أن تعمل بم كبيرة أو صغيرة تعمل ببساطة ونعمل ببساطة ونعمل ببساطة ونحفظها أو نقولها كما نقول ديما ونفس الشيء في المنطقة الثانية وهي تيز نيت نفس الأرقام ونفس الحروف وطبيعة الحال يكونون نسبة مختلفين درجة الحرارة ونسبة التساقطات ونحن لا نحاول أن نجاوبه على التمرين ونحن نحاول أن نعرف كيف سنرسم هذه الأخطوط المطار الحراري هذا الدياقرام أمبو تغميك لأننا سنحتاجهم بعد هذا التمرين في الفقرة من الدرس ولكن هذا لا نسوقنا لكي نتعلم أي تمرين تحطينا بحلقة نعرف كيف سنرسم الدياقرام نبدأ على بركتي الله أولا في هذا الدفتر ديال الوثائق أعطاونا ديجا من الورقة مليمترية قطعة من الورقة مليمترية وعطاونا ديجا المحاور المرسومين ولكن ربما يجب أن نعرف كيف سنرسم المحاور أول شيء ديما المحوار اللي على الليسر اللي هو فلاكس ديال اللي زغضوني في محوار الألاتيب اللي تكون على الليسر ديما كنمثل التمبراتور درجة الحرارة وبطبيعة الحال الوحدة ديال درجة الحرارة هي درجة سلسوس وفي محوار الألاتيب اللي تكون على الليمن ديما تنمثل تساقطات بالمليمتر تساقطات بالمليمتر كنم تلبي على الاجتماعي تظهر على الاجتماعي و سنديد الأخذ في صوت الاجتماعي على الاجتماعي يوجد رائع في محولِ يوجد رائع على الاجتماعي وفي محور الأفاصيل فلاكس ديزاب سيس تنمثل الشهور فكس ومتغيرين درجة الحرارة والتساقطات بينما الشهور تابتين 12 شهر والشهر الأول تحت من المحور الأول وهو درجة الحرارة وشهر 12 شهر مباشرة تحت من المحور التساقطات هذه أول معلومة الثاني معلومة نريدها السلم هنا يوجد كل سنتيمتر يوجد خمسة درجة سيسوس لا أعطيه لنا سوف نعطيه لنا هنا في الوثيقة هنا كل واحد سنتيمتر ترتيمتر خمسة درجة سيسوس ولكن نرى هنا كل واحد سنتيمتر ترتيمتر 10 ميلي متر ديما يوجد تساقطات تساوي هنا ديما في السلم تحترم هذه المعلومة تحدي تساقطات المطارية تحدي تحدي هنا مقابل 30 مقابل هنا مقابل هنا نرى تبليل درجة الحرارة. كما تبقى 20 سنة سنة 20. كما تبقى بحسنة 40 الى فوق. هذا يجد كثير مهم. و يجب أن يكون هذا الوضع من الان المثال الان. هنا نعطينا الى الامبرو تغميك دراستيون ديزنيت. إنها تحرك المطار الحراري في تساقطت ، تحرك المطار الحراري في تزنيت ، من المطار الحراري في تيزنيت ، هناك وجدًا هذا المنح على التحرك. شعورة الملحنة فضي الدياقرام سوف نقوم بمثل النقطة لأنها نقوم بالفي والتي لا نقوم بم او الا M و nnc من سحوة اول نقطة فشعورة الحرارة مع الحرارة للتي مع الحرارة تعليم من شعارة معا 14.1 سوف نقوم بالمثالة الى الاربعا تقريبا احداش تناش تلتاش اربعتاش ربعتاش رسيلة واحد تقريبا هنا من فوق من بعد شهرجوج في فغية درجة الحرارة عندي هي خمستاش فاصيلة ثلاثة تقريبا هنا في شهر 3 مارس لدي درجة الحرارة تساوي 17 سنقوم بشهر 3 سنقوم بشهر 15 سنقوم بشهر 17 سنقوم بشهر 15 سنقوم بشهر 19.5 في شهر 11 سنقوم بشهر 12 وشهر 12 مقابل تمام بشهر 15 سنقوم بشهر 15 سنقومة بشهر�� 15.1 مجددا السنقوم بشهر 12 سنقوم بشهر 15 درجة الحرارة سنقوم بشهر 15.1 سنقوم بشهر هنا. مفهوم. نقول حتى 15 رأيي. كانت عشابة 15. لأنه يمكنك المثل هذا بقيم درجة الحرارة. مفهوم. إذن بعد ما سألت. كنربطهم بعضياتهم ببساطة. كنربطت النقطة لي ببساطة. ونضع حتى 15.1. هكذا كان رسمنا هذا. هذا هو دياجرام. هذا المنحنة التي رسمت. كنربطة كوب كوروة ونضع حرارة. سوف نفعل نفس الشيء. هذا الشريدرناد درجة الحرارة. سوف نفعلها بالتساقطات. تساقطات في منطقة 10 نيت. ونحن نقول هذا هو شهر واحد. شهر واحد في 10 نيت. عندي نسبة التساقطات. عندي 35.3. لماذا نأتي هنا ونقولها هي 35. سوف نرى هذا هو عندما نغرم التساقطات. لذلك ها 30. النص هنا هي 35. 35.3. اللي هي عندي في شهر واحد. 35. خمسة واتلاحين فاصيلة ثلاثة. شهر واحد. نسبة تساقطات هي 35. 35.3. انتظروا شهر واحد. شهر جوج. نسبة شهر ثلاثة. نكمل نفس الشيء وارجع لك. شهر نوفمبر وشهر 11 عندي كمية التساقطات هي 19 فصيلة جوج. تقريبا فصيلة جوج هي في شهر نوفمبر. وشهر 12 عندي كمية التساقطات هي 39 فصيلة واحد. تقريبا هي هذه تقريبا هي. ثلاثة فصيلة واحد. إذن هنا رسمت النقاط. سنربط هذه النقاط مع بضياته. هنا في شهر 6 عندي تساقطات الصيفر. ومن بعد او ثاني. هذا هو الدياغرام امبرو تيرميك ديالي. أمكان نقول هنا هذا هو الحبول الذي رسمناه للآن وهذا هو تمبراتور وهذا هو يلحك في مشهور نفسك في مفتاح. إذا كنت تديرهم بشيء لون حاول و نكون سالية الدياقرام المهما الخاص بنا و نقول عنها لكم دول أن نتركо تشرطها الصحيحة. فترة الدياقرام المصاربة الأساسية الوسطانية, و نسميها برايكات الشخصية. فترة الجفاف والفترة القحولة في هذه الفترة تكون لديه درجة حرارة كبيرة من تساقطات ولكن كبيرة من جوجد المرة تساقطات لأن هنا سنقوم بتساوي 2 تي فترة الجفافةtv والفترة di لوحولة الكبر كبر وهذه القحولة كبر من جوج اي من جوج المرات بالنسبة للتساقطات هذا الفترة اللي وسط كنسميه على باريود دو سيشغيس وهدو اللي تكونوا في الجناب هما اللي تنسميه لباريود اميد وهما اللي تكونوا اه فيهم درجة النسبة للتساقطات كبير من درجة الحرارة وهدو هما اللي كيمكنني من بعد اني نقول ارا عندي واحد منطقة بين على هذا الفترة هدي قداش واش طويلة ولا قصيرة كنقول واش عندي واحد لل واحد المناخ بناء على هاد نتائج هدول قدر نحدد نوعية دي المناخ اللي كان في هاد المنطقة تزنيت منطقة سخونة لان نسبة دي ما عندي درجة الحرارة حد فترة زمنية كبيرة تقريبا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة سبعة ثمانية سعود تقريبا عشر شهور ودرجة الحرارة كتكون كبر من نسبة ديال التساقطات تالي هادا خلينا نقول ان هاد المنطقة ديالتزنيت فهي منطقة كتكون اللي تقريبا عند واحد المناخ اللي جاف تقريبا مهم غادي نشوفوا كيفاش هادا نقدروا نحددوا المناخ ديال واحد المنطقة نفهم نعدنا اليوم هو نعرف هاد المعلومات اللي قدت لكم كيفاش نرسم الى اخيره كيفاش نرسم هاد المناخ ديال التساقطات المتاريه بوحدهم كيفاش نحط المحاور ديالي محوار لعفاسي لكنسمي قنبلوغة الفرنسية لعقس ديزاب 6 و هادو لعقس ديزور دوني محوار الاراتحي بلي owes ديما ها غواش اون رقز هنا���해razان التام بيراتحور ال نخلي لكم الجواب على الشاشة ترجم الى ارسموا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته